توليد الطاقة الكهربائية إنه برنامج شيق وجميل يا أخي نعم يا فاطمة فأنا أتابعه منذ فترة وأردت أن تشاهديه ولكن لقد انقطعت الكهرباء يا عبدالله وتوقفت جميع الأجهزة عن العمل بالفعل يا فاطمة فجميع هذه الآلات تعمل بالتيار الكهربائي ولذلك توقفت عن العمل بانقطاعه لأن الطاقة لم تعد موجودة وكيف تعمل الطاقة على تشغيل كل هذه الآلات بصورها واستخداماتها المختلفة من خلال تحولات الطاقة فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من شكل لآخر ويطلق عليها أشكال الطاقة أعطني أمثلة لأشكال الطاقة الطاقة الإشعاعية والصوتية والكيميائية والنووية والحركية والحرارية والضوئية لذلك تتحول الطاقة الكهربائية التي يحملها التيار الكهربائي إلى جميع أشكال الطاقة في المنزل كالحرارية كما في السخان والحركية كما في الخلاط والكيميائية كما في بطارية الجوال والضوئية كما في المصابيح لقد عادت تيار الكهربائي مرة أخرى وعادت الأجهزة للعمل يا عبدالله نعم يا فاطمة لقد عادت تيار الكهربائي بسبب تشغيل المولد الكهربائي Electric Generator أتقصد ذلك المولد الموجود في فناء منزلنا؟ بالطبع يا فاطمة فالمولد الكهربائي هو جهاز يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية إن حجمه كبير جدا ولكني لا أعرف مما يتكون يا عبدالله سأخبرك فالمولد الكهربائي يتكون من ملف من سلك نحاسي يوضع بين قطبي مغناطيس وعندما يتحرك الملف يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تسريف السلك وهل يكون حجم كل المولدات الكهربائية كبيرا كالذي لدينا؟ لا يا فاطمة فهناك نماذج صغيرة منه كالذي يوضع في الدراجة مثلا لتشغيل مصباح عند دورانها وكذلك بعض النماذج التي توجد في المعامل إذن المولد الكهربائي عكس المحرك الكهربائي والذي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية مثل المحرك الكهربائي للخلاط كما ذكرت يا عبدالله ومن أين علمت بالمحرك الكهربائي يا فاطمة؟ من حلقة علمية كانت تذاع بالأمس في التلفاز حسنا يا فاطمة كلامك صحيح فالمولد الكهربائي عكس المحرك الكهربائي وهل لابد من توافر الطاقة الحركية أولا لكي يتم إنتاج الكهربائي يا عبدالله؟ نعم وقد نستطيع إنارة مصباح الدراجة مثلا بالطاقة الناتجة عن حركة القدمين ولكن لإنارة مدينة كاملة نحتاج إلى طاقة حركية هائلة ومن أين نستطيع الحصول على مثل هذه الطاقة الحركية الهائلة؟ نحصل عليها من منشآت توليد الطاقة الكهربائية هل يمكن أن تشرح لي كيف يتم إنتاج الكهرباء داخل مثل هذه المنشآت يا عبدالله؟ بالطبع يا فاطمة بعض هذه المنشآت تقوم بخطوات محددة لإنتاج الطاقة أهمها استعمال الوقود الحفري مثل النفط الذي يمثل طاقة كيميائية تحترق لتولد طاقة حرارية تستخدم هذه الطاقة الحرارية لتسخين الماء يتصاعد البخار الذي يتحرك بسرعة كبيرة جدا حاملا معه طاقة حركية تقوم هذه الطاقة الحركية بتدوير التوربينات ينقل التوربين هذه الطاقة الحركية إلى الملف داخل المولد عندما يعمل المولد ينتج طاقة كهربائية تنتقل إلى المنازل عبر الأسلاك وما هو التوربين يا عبدالله؟ التوربين توربين هو جهاز يتكون من مجموعة من المراوح لا تشفرات وعندما يمر فيها البخار المتحرك تدور لتنقل حركتها للمولد في عكس الاتجاه وهل هناك مصادر أخرى للطاقة غير الوقود يا عبدالله؟ نعم فهناك الطاقة النووية ومساقط المياه والرياح شكرا لك يا عبدالله فلقد علمت الآن أهمية الطاقة وأنها تحتاج إلى جهد كبير حتى تصل إلينا ومن الآن سأحافظ عليها أحسنت يا فاطمة ولكن دعينا قبل أن نذهب في نزهة نلخص ما تنولناه خلال درس اليوم المولد الكهربائي هو جهاز يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية يتم إنتاج الطاقة في منشآت الطاقة من خلال استعمال الوقود الحفري مثل النفط الذي يمثل طاقة كيميائية تحترق لتولد طاقة حرارية تستخدم هذه الطاقة الحرارية لتسخين الماء يتصاعد البخار الذي يتحرك بسرعة كبيرة جدا حاملا معه طاقة حركية تقوم هذه الطاقة الحركية بتدوير التوربينات ينقل التوربين هذه الطاقة الحركية إلى الملف داخل المولد عندما يعمل المولد ينتج طاقة كهربية تنتقل إلى المنازل عبر الأسلاك التوربين هو جهاز يتكون من مجموعة من المراوح ذات الشفرات وعندما يمر فيها البخار المتحرك تدور لتنقل حركتها للمولد ترجمة نانسي قنقر